الدورة الثانية لمنتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورو متوسطية والخليج تنطلق بمراكش وتستمر أشغالها ليومين المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس المستشارين رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط النعم ميارة إن المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج يعد إطاراً برلمانياً محافزاً لتعاون والحوار والعمل المشترك داخل منطقتين تتمتعان بثقل استراتيجياً وازم نحن عازمين إن شاء الله رحمة الرحيم على أنه يكون موعد سنوي قار في مدينة مراكش ويكون كذلك لديه نتائج تنعكس إيجاباً على شعوب هذه المنطقة وتنعكس إيجاباً على دعم كل سبل العلاقات الاقتصادية بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج على أساس أن هذه المنطقة هي المناطق التي تعتبر الأكثر مؤهلات أولاً اقتصادية للاندماج والأكثر أيضاً استقراراً عن باقي مناطق أخرى من جانبه أكد رئيس مجلس المستشارين رشيد الطالب العالمي في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه الأول محمد الصباري بأن عمق منطقتين حوض المتوسط والخليج العربي يكمن في إفريقيا القارة الواعدة بإمكانياتها في مجال الاقتصاد الأخضر التي تحتاج إلى الشراكات والتمويلات لتتحول إلى ثروات تستفيد منها بلدان القارة في إطار منطقي رابح رابح وشراكة متوازنة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شاكيب العلج من جانبه قال إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان المنطقتين الأورو متوسطية والخليجية مع الأخذ بعين الاعتبار أوجه التكامل بينهما يعد ضرورة ملحة لمواجهة تحضية الأمن الغذائي الفضاء الأورو متوسطي ودول الخليج تأثر بالتقلبات الهامة الناتجة عن الأزمات المتتالية التي عرف العالم خلال الأربع سنوات الماضية هذه الأزمات تسببت فيها شاشة الاقتصادات الإقليمية وسلاسل التوريد بالتالي هناك حاجة ملحة إلى تعزيز التعاون والتأذر والشراكات الاقتصادية والتجارية بدورهم المتدخلون من مختلف الدول والاتحادات الإقليمية والقارية أكدوا على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المنتدى في تعزيز روابط التعاون والشراكة بين المجموعات الجروسياسية المعنية وتوحيد الرؤى ومناهج العمل للتصدي للتحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تطبع عالماً ليهما